انهاء معاناة اليمنيين مسؤولية سعودية موقف عبرت عنه دولتان أوروبيتان كبيرتان هما ألمانيا وفرنسا على لسان سفيريهما في الأمم المتحدة بمناسبة تسلم بلديهما الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهرين يونيو وحزيران ويوليو تموز على التوالي تصريح السفيرين الألماني كريسوف هوسغين والفرنسي نيكولاس ديريذيير يلقي بظلال قاتمة على أحدث مؤتمر دولي لدعم الاستجابة الإنسانية الذي ينطلق من نيويورك الثلاثاء برعاية الأمم المتحدة والسعودية وينعقد على أبواب أزمة إنسانية وصحية وغذائية مركبة تعاني منها اليمن بعد أكثر من خمسة أعوام عجاف من الحرب في هذا المؤتمر يتطلع المنظمون إلى الحصول على تعهدات بقيمة ملياري دولار غير أن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك كاشف عن خيبة أمل كبيرة من المؤتمر السابق الذي عقد العام المنصرم والذي لم تصل من تعهداته سوى أربعمائة مليون دولار فقط من أكثر من ملياري دولار تم الإعلان عنها في جينيف السفير الألماني أوضح أن بلاده توقفت عن بيع السلاح للسعودية وأن المملكة تقع عليها مسؤولية كبيرة في إنهاء العنف حيث تقود تحالفا يشن هجمات جوية في أرجاء اليمن وأنها أي السعودية ينبغي أن تقوم بدور مهم للغاية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة السفير الفرنسي الذي لم يتطرق إلى موقف بلاده من تصدير الأسلحة إلى المملكة أكد اتفاقه الكامل مع نظيره الألماني لكنه أعرب عن أمله في أن يؤدي المؤتمر الدولي للمانحين في جمع الموارد المالية الكافية لمواجهة التداعيات المترتبة على الأزمة اليمنية موقف يفهم منه أن فرنسا لا تزال متمسكة بالمصالح القائمة مع الرياض وجلها يقوم على صادرات بمليارات الدولارات من الأسلحة خلال سنوات الحرب بالإضافة إلى تشاركهما عادداً من الملفات السياسية والعسكرية في المنطقة تقوم على تعويم الفوضى ويعادة إنتاج أنظمة ودعم خيارات كارثية تهدد مستقبل عدد من دول بلدان الربيع العربي وليس أدل على ذلك من اللقاءات المنتظمة التي ظل السفير الفرنسي لدى اليمن يعقيدها مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والزيارات التي قام بها مسؤولون من المجلس إلى باريس على نحو انفهم منه أن فرنسا ليس لديها تحفظات على مجلس قاد انقلاباً على سلطة الشرعية في عدن في آغسطس آب من العام المنصرم